السلام عليكم اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من قلوم كاملين السيسي بيقول لماكرون احنا هنحارب الارهاب الارهاب اللي بيشوه صورة الاسلام بيوعد ماكرون انه ماضي في طريقه لقتل الناس تحت مسمى محاربة الارهاب بيأكد له زي ما اكد له قبل كده ان اللي عنده صحة ولا تعليم ولا عنده فرص عمل ولا عنده اي حاجة ولكن بيأكد له النهاردة انه عنده فكرة لمواجهة الارهاب وبس ولكن النهاردة لازم نسأل نفسنا مين اللي بيصنع الارهاب مين اللي بيصنع الارهاب في العالم وهل اللي حصل في النمسا مثلا انبارح كان شيء طبيعي ولا مخطط ليه ومين اللي خطط ليه ليه سياق الاحداث بيقول ان في فرنسا عمليات ارهابية قام بيها مسلمين وعمليات ارهابية قام بيها مسيحيين في احدى المدن في نيس كان فيه عملية ارهابية لمواطن مسلم او لمواطن تونسي مسلم زي ما هم قالوا وفي رينون قالوا ان فيه عملية تانية وقالوا انها ارهابية ولكن لما تباين ليهم انه مواطن فرنسي مسيحي قالوا لا دي مش عملية ارهابية بعدها لو حضرتكوا تفتكروا ان رئيس الوزراء الكندي طلع بيان وقال ان الارهابيين لا يمثلوا الاسلام ولا يمثلوا المسلمين ولا يجب اعتبار ان كل المسلمين هؤلاء الكلام كان واضح انه بيوجه لمكرون بعدها بيوم بقى فيه عملية او ظهر وحصل عملية في كندا مين اللي عملها ويطرى من مصلحة اي مسلم لما يلاقي حكوم الدولة دولته اللي عايش فيها متفعلة معاها ومتعطفة معاها يروح يعمل عمل ارهابي علشان يسيء لنفسه والدينه والدين اللي هو تابع ليه وللجاليا اللي تابع اللي بيتباعها انده منطق بلاش زي ما شفنا النمسا على بوقفة ما بتتكلمش بشكل حاد ولا حاجة والموضوع بيقل هناك ولكن كان فيه احد المرشحين للرئاسة في النمسا اتكلم بشكل عنصري عن الخرآن ورد عليه الناس المهم الموضوع هدي امبارح حصلت عملية ارهابية قبل ما حد يقول مين المسؤول طلع مانويل مكرور رئيس الفرنسي يقول ارهاب اسلامي وتتعرض النمسا الصديقة والشقيقة لارهاب اسلامي بينما السلطات النمساوية نفسها ما قالتش مين لعمل العملية دي وقتها بينما السلطات النمساوية قالت لسه فيه اطلاق نار وفيه محاصرين ناس ومناطق في قلب العاصمة فيهن من احدى المناطق الرقية جدا يبقى الكلام ده اعتباط ولا الكلام ده مبني على اسس النمساوي ما اعلنش ولكن الرئيس الفرنسي عرف مين اللي عامل كده ورئيس وزراء كندا بيتضامن مع المسلمين ويقول الارهابيين لا يمثلون المسلمين ولا يجوز ان احنا نسحب الامر على الاسلام والمسلمين كلهم وبيتم او بيقوم البعض بعملية ارهابية في كندا ده المصلحة من زي داعش كده مين العمل داعش مين بيدي فلوس لداعش مين بيدي سلاح لداعش عايزين نفهم مين اللي كان عايز يقسم سوريا وياخد جزء من تركيا ويقسم العراق شمال العراق بحج الداعش مين من مصلحته ده كله بعض الجماعات اللي من مسمانها جماعات ارهابية بتمول من ايران مثلا وانا مش اصدق هنا الجماعات اللي في فلسطين حماس وغيرها لا انا اصدق الجماعات الجهادية اللي بتقول انها زي داعش والنصر وغيرها مين اللي عامل الناس دي مين اللي مخلي الناس دي على الارض لها قوة وواقع وسلاح بيقدروا يتحكموا ويتحركوا مين اللي مدخلهم في سينة ومين اللي مدخلهم في الشمال السوري مين اللي مخليهم قبل كده يسيطروا على مناطق شاسعة من العراق في شمال العراق تحديدا ومناطق السنة علشان يبقى فيه مبرر بعد كده لدك مناطق السنة وسحقها في العراق وده برضو اللي حصل في بعض المناطق او كتير من المناطق في سوريا تحديدا في الشمال السوري وكان فيه حجة وكان فيه يعني حجة زي ما قلت لحضراتكم لضرب مناطق كتير في الشمال السوري اذا مين اللي بيصنع دول ويجيبهم هنا عبد الفتاح السيسي بيقدم نفسه الماكرون على انه اللي بيدافع عن الاسلام ووقف الارهابيين مين هم الارهابيين مين الارهابي الحقيقي ده السؤال اللي عايزين نوصل لتعريف مع بعض النهاردة عايزين نعرف او نحاول او نوصل لنقطة معينة نلتقي فيها حول تعريف الارهابي مين الارهابي على نفس النسق كده ولكن في امريكا بيطلع دونالد ترامب يقول لناسه والناس اللي هترشحه بيقول لهم انا حفوز بالرغم من ان كل الاستبيانات بتاعت الرأي واستطلعات الاراء بتقول ان بايدن اللي حيفوز وبيقول لهم لا انا اللي حفوز والاستبيانات دي غلط ولازم ننزل الشوارع ويا اما حفوز يا اما هتبقى الانتخابات مزورة وده مش ارهاب لما تبص تلاقي امريكا دلوقتي بعض المدن والعديد من الولايات فيها اتباع اتباع دونالد ترامب نازلين بالاسلحة وصلت لبعضهم تقريبا في بنسلفانيا ماشيين بمضرعات شخصية بتاعتهم اعلى نسبة بيع للسلاح في السنوات الاخيرة في امريكا كانت اليومين اللي فاتوا المحلات بتحط على وجهتها اخشاب وهو بتاخد احتياطها من العنف القادم مين السبب في العنف مش اللي بيقول لهم يا اما فوز يا اما يبقى فيه تزوير ما فيش حاجة تالتة يعني دونالد ترامب ما عندوش ما عندوش حاجة يعني اي اي اختيار تالت يا فوز يبقى فيه لعب في الانتخابات وتزوير مين اللي بيصنع الارهاب مين المسؤول عن الارهاب لما بتوصل الامور ان ممكن واحد يزاح عن الحكم بطريقة ديمقراطية ديمقراطية عريقة او ديمقراطية قوية ومشهود لها زي امريكا بتلاقي رئيس ممكن يعرض شعبه وبلده للتهلكة وبيتكلم بصيغة ارهابية وبينزل بعض المتحيزين ليه او المفتونين او المهوسين به باسلحة للشوارع ده كمان ارهاب هل يعتبر ان دونالد ترامب يصنع الارهاب على الاقل في امريكا لو ما قلناش انه بيصنعه في العالم مين اللي عامل الارهاب في مصر مين اللي عامل الارهاب في فلسطين مين اللي عامل الارهاب في افغانستان او في سوريا وفي اليمن مش الانظمة القمعية واللي بيسندوهم اللي بيقتلوا الناس اللي حاولوا يعيشوا بكرامة هو ايه مشكلتنا في مصر ان الناس عملت ثورة عشان تعيش بكرامة جاء عبدالفتاح السيسي عمل انقلاب وقتل الناس فاللي بيقتل الناس ده اللي جاء قدل نفسه شرعية حكم بتقتيل الناس بيقولك انه هو اللي جاي علشان يحارب الارهاب ما هو مفهوم الارهاب ده اللي احنا عايزين نفهمه مع بعض